مجموعة رؤى بتدل على افتعادة يعني يا بغته ويا حظه السعيد اللي هيشوف حلم أو رؤية من اللي هقولها في الفيديو بتاع النهاردة أول حاجة واللي ما اختلفش عليها اتنين من العلماء هي رؤية الخيل أو رؤية ركوب الخيل بس أهم حاجة إن الخيل ما يكونش معيوب أو ما يكونش بيجري وإنت مش قادر تسيطر عليه والرؤية التانية لا تقل جمال عن الرؤية الأولانية وهي رؤية شرب اللبن وخصوصا اللبن الناقة الحلوب بصدق هي من أجمل الرؤى اللي ممكن أي حد فينا يشوفها تالت حاجة هي رؤية الصعود في السماء بس أهم حاجة إن انت تكون طاير مستقر وتكون مستمتع بالطيران أما رابع حاجة هي رؤية القرآن وإن انت تشوف حد بتديلك مصحف في المنام أما الرؤية الخامسة لا تقل جمال عن اللي أربع اللي قبلها وهي رؤية أكل الحلويات في المنام فعلا وبصدق رؤية جميلة قوي وأغلب العلم اتفقوا على إنها مباشرة لصاحبها أما الرؤية الستة فهي تخص النساء وهي رؤية لبس الدهب في المنام لأن رؤية الدهب عند جمهور العلمة هي من الرؤى الغير محمودة ألا في حالات معينة واللي من ضمنها إن المرأة تشوف إن هي بتتزين أو بتلبس الدهب في المنام أما الرؤية اللي بعد كده يا هناء يا سعده إلا هيشوفها وهي رؤية دخول الجنة والأكل من ثمار الجنة في المنام بصدق رؤية جميلة قوي العلمة أبدعوا في وصفها وفي تأويلها أما الرؤية اللي هقولها دلوقتي فهي من أعظم وأجل الرؤى اللي أي حد فينا يتمنى إنه يشوفها وهي رؤية الكعبة أو الدعاء قدام الكعبة أو السجود قدام الكعبة أو البكاء قدام الكعبة كل تفسيراتها وفي كل معانيها هي من أجل ومن أعظم ومن أجمل الرؤى اللي أي حد فينا يتمنى إنه يشوفها بس بشرط إن الكعبة تكون بنفس شكلها وبنفس هيئتها ومفيش أي تغيير في شكلها أما عن رؤية الدعاء تحت المطر في المنام يا لا تقل أهمية ولا تقل جمال عن كل الرؤى اللي احنا لسه أيلنها ما أجمل رؤية على الإطلاق واللي أجمل من ده كله أجمل من كل الرؤى اللي أنا لسه أيلها دلوقتي وبصدق يا بخته يا هناء يا سعده إلا هيشوفها وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين أما بقى اللي عاوز يعرف معنى كل رؤية من الرؤى اللي احنا لسه أيلنها بالتفصيل والعاوز يعرف معلومات جميلة أو يمكن يكون أول مرة يعرفها عن علم الرؤى والأحلام وقد إيه الرؤى والأحلام مهمة جدا في حياتنا والدليل على كده إنها تذكرت في الكرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيهتم بأمر الرؤية يدوس متابعة ويفعل الجرس وإن بصدق اللي هيفوت فيديو من الفيديوهات اللي جاية هيفوتوا معلومات قيمة ومفيدة جدا عن علم الرؤى والأحلام وما تنسوش في التعليقات تصلوا عن نبي واللي عجبه الفيديو يثبت حضوره أما اللي عنده رؤية وعنده أي استفسار يخص الرؤى والأحلام اكتبهولي في التعليقات سلام